موسيقى منظمات حقوقية تتهم نظام الأسد وروسيا باستهداف مشافي إدلب بشكل ممنهج القوات العراقية تواصل الاستعدادات العسكرية لتحرير تلعفر وفي اليمن معارك عنيفة بين قوات الشرعية والانقلابيين بمفرق المخى أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم كشف تحقيق مشترك بين منظمات حقوقية سورية الاستهداف الممنهج للمرافق الطبية في محافظة إدلب من قبل قوات الأسد وروسيا خلال شهر أبريل الماضي وأكد التقرير تعرض 25 منشأة طبية في سوريا لما متوسطه وجوم واحد كل 29 ساعة وقد وجد بشكل مستقلا 91% منها نفذت بواسطة قوات الأسد أو القوات الروسية معظمها في مدينة إدلب قتل عدد من قوات الأسد جراء قصف فصائل المعارضة بالصواريخ الموجهة مواقع لهم في جبل التركومان بريف اللذقية الشمالية وكانت الفرقة السحلية التابعة للمعارضة قد نشرت مقطعا مصورا أثناء استهداف مقاتليها بصاروخ تاو موقعا لقوات الأسد إذ أكدت مصادر من الفرقة أن خمسة أفراد من قوات الأسد على الأقل قتلوا جراء الهجوم وتدور اشتباكة متقطعة بين قوات الأسد وفصائل المعارضة في بعض المناطق في جبل التركومان وسط اعتماد المعارضة استهداف مواقع نظام بالصواريخ الموجهة استهدفت غارات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مواقع لداعش في الرقة في الوقت الذي حققت فيه قوات سوريا الديمقراطية مزيدا من المكاسب شملت استعادة السيطرة على مستشفى استراتيجي هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن معركة تحرير الرقة والسيطرة عليها ستستمر حتى يتم إنهاء وجود تنظيم داعش في سوريا مطالب التوحد والقضاء على الإرهاب في كل سوريا وخاصة في الجنوب جاءت بعد الهدنة التي أقرتها روسيا وأمريكا والأردن في عمان وهو الأمر الذي أعاد الهدوء إلى مدن وبلدات الغوطة والدرعة إذ يساهم اتفاق الهدنة في الجنوب السوري في خلق متنفس للأهالي فأسرة أبي أمير نزحت لأربع سنوات عن منزلها في ريف درعة لأن بلدتهم كانت تتعرض للقصف باستمرار من قبل قوات الأسد ولكنها تعود اليوم بعد عوام من الانتظار على حدود أرضهم أمرينا باستمرار الهدنة وانتهاء المعارك كليا عبد الحي الأحمد والتفاصيل عادت البهجة إلى باحة هذا المنزل مع توقف أزيز الرصاص وأصوات الأطفال باتت تملأ المكان حياة من جديد لأربع سنوات لم يكن هذا ممكن فالبلدة بأكملها كانت ترزح تحت حمام القذائف لكونها خط اشتباك فلا أناسا كنت تشاهد ولا عدسات للكاميرا كانت تستطيع التجوال هنا إنها بلدة صغيرة في الريف الشمالي لدرعة تسمى زمرين تقع في بقعة جغرافية أطلق عليها مثلة الموت ولهذه الأرض من اسمها نصيب اضطروا أهالي قرية الزمرين أنهم ينزحوا بسبب القصف من جيش النظام قصف بكل أنواع الأسلحة تهدمت بيوت صاوبت بيوت صاوبت عائلا لكن الناس اضطرت تنزح طبعا كل واحد زادت عيال وحرامات واللي عنده سيارات حطهم بسيارة ونزحوا لم تنضي أيام طويلة لاتفاق التهدئة في الجنوب السوري ولم تثبت بنده بعد إلا أن الحنينة دفع هذه العائلة إلى حزم أمتعتها سريعا للعودة في نهاية هذا الطريق تتحصن قوة الأسد وعلى الجهة المقابلة تل الحارة الإستراتيجي ومن هنا كان السبيل إليه لم يأبه الحاج أبو ناجي لكل ذلك طيلة أعوام الاشتباك فكان يدخل عنوة عن فصائل الجيش الحر ليبيت ليلة من كل أسبوع على فراشه فهو لا يشعر بالراحة بعيدا عنه جمرين هدات بال وأرضك وفلاحتك وتقعد برا ديوان حواليك كان يظل الديوان ديوان ورصيبات قهوة وديوان ورفق مليح يا أمي هنا دورنا وأراضينا ووطننا نفلح من زرع اللي قاله من ضب عياننا الأحفاد أيضا لم ينسوا شجرة التوت وهم يبحثون بين الأنقاض عن دميتهم المفضلة وينتظرون أن تفتح أبواب مدرستهم للعودة إلى مقاعدها نحن نظن ندور دبلة نحن نظن نلعب فيه ونظن بدارنا حننا نطلع لا تعتبر البلدات الواقعة على مشارف جبهات القتال آمنة لكثرة الألغام ولم تزل غير صالحة للسكن فهي معدومة الخدمات إلا أن بناء الوطن كما يقول الأهالي يبدأ بوضع البندقية جانبا أكد المتحدث باسم قوة الرد السريع تابع لوزارة الداخلية العراقية المقدم عبد الأمير المحمداوي أن الاستعدادات جارية لوضع الخطط للبدء بعمليات تحرير قضاء تلعفر قريبا وأضاف المحمداوي أن التنسيق يتواصل مع القوات الأخرى التي ستشارك في العملية مشيرا إلى أن عملية تحريرها ستكون عملية نوعية وفي وقت قياسي قتل ثمانية مقاتلين من داعش في ناحية الشورى جنوب مدينة الموصل العراقية بحسب ما أفاد مدير المنطقة خالد الجبوري الذي أوضح أن سبعة منهم قتلتهم القوات الخاصة الأمريكية وأشار الجبوري لأن مجموعة من فرقة المضلات التابعة للقوات الخاصة الأمريكية قامت بمهمة خاصة ليلة الماضية في قرية أبو فشكا حيث اندلعت مواجهات مع مقاتلي داعش قرب منطقة وادي الكصب أفاد مصدر محلي في محافظة كاركوك العراقية بأن تنظيم داعش فرض الإقامة الجبرية على عائلات قادة وأفراد بتنظيم في قضاء الحويجة جنوب غرب المحافظة وضف المصدر أن ما يحدث يدل على حالة الانقسام بين قيادة داعش التي بدأت تحارب بعضها البعض ما سيشكل خطوة مهمة في سرعة إنهاء وجود تنظيم فيما تبقى من المدن والمناطق بعد أسابيع من إعلان استعادة السيطرة على الموصل أبرز معاقل داعش في العراق قال مسؤولون عراقيون إن نحو سبعة آلاف مسلح من التنظيم لا يزالون في العراق وذكر مسؤولون في المخابرات العراقية ووزارة الدفاع أن هناك نحو أربعة آلاف مقاتل وثلاثة آلاف من عناصر الدعم في التنظيم ما زالوا داخل العراق وبعد يومين من إعلان العبادي في العاشر من يوليو الجاري استكمال السيطرة على الموصل أكد قائد التحالف الدولي لمحاربة داعش ستيفن تاوزن إن المعركة لم تنتهي في العراق في ظل وجود بقايا داعش في مواقع بالموصل ودعا إلى طرد هؤلاء المسلحين قبل إطلاق هجمات لملاحقة رفاقهم في مناطق أخرى من البلاد بدوره حذر مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة نيكراس موسين قبل أسبوع من أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا على الأمن العالمي رغم فقدانه السيطرة على أراضي واسعة وأشر إلى أن مسلحي التنظيم يحتلون حاليا مواقع قل ولكن التخوف مستمر من قدرة عدد قليل منهم على تنفيذ هجمات في المنطقة أو في مدن غربية وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن المعارك في العراق وسوريا قلصت عدد مقاتلي داعش إلى نحو 15 ألفا بعدما كان عددهم يقدر بنحو 31 ألفا في 2014 كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل عدد من كبار قادة تنظيم داعش في غارات جوية شنتها قوات التحالف الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات التحالف الدولي استهدفت عددا من قادة داعش من بينهم مسؤول الدعاية في التنظيم بالإضافة إلى أحد مسؤولي التمويل وأحد مؤسسي وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم وجاء في البيان أن تصفية هؤلاء الإرهابيين ساعدت على الإطاحة بكبار القادة والمسؤولين في تنظيم داعش من ذوي الخبرة الكبيرة وفي السياق ذاته قال الدكتور واثق الهاشم رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية في لقاء مع أخبار الآن أن هناك خلافة كبيرة في أواصط تنظيم داعش لسيما مع ظهور قياديا جديد في التنظيم يدعى أبو إسحاق الفرنسي في تل عفر والذي دعا مقاتل التنظيم لشن هجمات كبرى في أوروبا وأضاف الهاشم أن تراجع تنظيم يرجع لعدة أسباب أهمها الخسارة في مدينة الموصل وهروب البغداد إلى جهة مجهولة مساء الخير يعني أكيد المناطق التي تم تحريرها هو نهاي لهذا التنظيم لكن هناك مقاتلين أما هربوا مدينة الموصل أو تجمعوا في المناطق الخمسة المتبقية الليئة اللعفر والحويجة عالي فرات عانا وراء والقائم فضلا عن مقاتلين هربوا من سوريا من الرقة باتجاه العراق لذلك أنا أعتقد أن هناك معارق قادمة لكن المؤشرات الموجودة أن هناك تراجع أنا أتفق تماما وفق المعلومات الاستخباراتية تحريركم كان دقيق هناك رصدت مشاكل كبيرة بين قادة التنظيم والمستجد الجديد صعود لنجم جديد هو أبو إسحاق الفرنسي أو ما يسمى بالفرنسي الأسود والي تل عفر اللي ارتقى من برد جمعة يمو أمس وتحدث عن هجمة كبيرة ستشن في أوروبا وهذا دلالة هناك خلافات مع البغدادي وهناك تقرير استخبارات التعالف الدولي يقول أن البغدادي فقط السيطرة على مقاتلي وبالتالي هناك حالة إشكالات كبيرة في الحويجة وفي تل عفر بالخروج على هذا التنظيم وعلى موجود مشاكل كبيرة فيما بينهم مجبل أسباب السبب الأول هو الخسارة الكبيرة لهذا التنظيم ما حدث في الموصل وتحرير الرمادي وصلاح الدين لكن ضربة الموصل كانت ضربة موجعة خاصة لأنها كانت تعتبر عاصمة الخلافة القضية الثانية مقتل جنيع مساعدي البغدادي خلال المعارك السابقة وبالتالي صعود قيادات لم تقتنع بها القاعدة على اعتبار أنها غير كفوة القضية الثالثة هروب البغدادي وعادت من القيادات وتركوا أرض المعركة كل هذه المعطيات وضعت معايير جديدة فضلا عن وجود مشكلة بين القيادات الملأتي من أصول عراقية التي رفضت أن تتسيدها قيادات أخرى من الشيشان ومن دول أخرى تحاول أن تفرض إرادتها مجمل هذه المشاكل أثرت بشكل كبير على هذا التنظيم وأمس أيضا رصدت أن هناك بعض أفراد التنظيم هربوا من مدينة الحويجة أبر دراجات نارية تعمل بالبطاريات الشاحنة باتجاه مدينة ديالة وهذه المعلومة تتعامل مع القوات العراقية الآن أهلا بكم من جديد اندلعت مواجهات بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي بمفرق المخى شرق معسكر خالد فيما قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعا للميليشيات في محافظة تعز جنوب اليمن وأفادت مصادر مطلعة بأن الميليشيات الانقلابية قصفت مواقع للقوات الشرعية في الأطراف الشمالية لمديرية المخى غربي تعز قبل أن يتبدل الطرفان القصف المدفعي والصاروخي وشن المتمردون قصفا صاروخيا على القرى السكنية القريبة من مدينة التربة جنوب تعز أعلن مسؤول أمني في بلدة يافع جنوب اليمن إن زعيم داعش خالد عبد النبي سلم نفسه لقوات الحزام الأمنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب ويعد القيادي خالد عبد النبي أحد أبرز قادة التنظيم إبان الحرب في أبيان خلال العامين 2011 و2012 بين الجيش والقاعدة بعد سيطرتها على مدن جعار وزنجبار كما يعد أحد المطلوبين للمخابرات الأمريكية وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عددا من السلال الغذائية على أهل مديرية السوم بوادي حضر موت استفادت منها الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود وذواء الاحتياجات الخاصة وأسرهم من أبناء المديرية ويأتي توزيع هذه السلال في إطار المساعدات الإغاثية التي توزعها الهيئة دعما للفئات المحتاجة في المجتمع اليمني بهدف تخفيف تداعيات الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد جراء انقلاب ميليشيا الحوثيين على الشرعية أشهد العهل البحريني الملك حمد بن عيسى بالتعاون والتنسيق المشترك بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر وجهودها الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وقال ملك البحرين إن الدول الأربع قدمت الكثير من الشهداء في معركتها ضد الإرهاب وفي الدفاع عن أوطانها وشعوبها وأكد العاهل أن مملكة البحرين تقف صفا واحدا مع شقيقاتها في كل ما تتخذه من مواقف مشتركة كما شدد على أن بقاء دولنا العربية قوية ومتمسكة مرهون بتضامنها وتكاتفها وتأزورها في مواجهة كافة التحديات وأكد الملك على ضرورة التضامن بين جميع الدول لمواجهة الإرهاب والمطالبة بتجفيف منابع تمويله نشر متشددون يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة بوكو حرام بنيجيريا تسجيلا مصورا ظهر فيه ثلاثة أعضاء مخطوفين من فريق للتنقيب عن النفط شمال شرق البلاد وكان فريق التنقيب عن النفط الذي تعرض للخطف يوم الثلاثاء الماضي يضم موظفين في شركة النفط الوطنية وباحثين جامعيين ويشتبه بأن بوكو حرام كانت وراء العملية أعلنت الشرطة الاتحادية الأسترالية توقيف أربعة أشخاص في مدينة سيدني خلال عمليات تتعلق بمكافحة الإرهاب من جهته قال رئيس الوزراء الأسترالي إن عمليات الشرطة شملت مناطق مختلفة من سيدني وهدفها منع وقوع هجمات إرهابية وقبل أكثر من عامين أعلنت أستراليا حالة التأهب الأمنية القصوى تحسبا لشني متشددين عائدين من القتال في الشرق الأوسط هجمات بالبلاد أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول أن السلطات أحبطت معامرة إرهابية كانت تهدف إلى إسقاط طائرة وأكد تيرنبول للصحفيين أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية داخل كل المطارات الأسترالية ولطالما كانت لدى المسؤولين الأستراليين مخاوف من احتمال حصول هجمات إرهابية وقد تمكنوا من منع نحو 12 محاولة في البلاد منذ سبتمبر 2014 إضافة إلى توجيه اتهامات إلى 60 شخص أعلنت كوريا الجنوبية أنها أجرت مع الولايات المتحدة عمليات مشتركة لإطلاق صواريخ باليستية ردا على التجربة الأخيرة التي نفذتها بيونج يانج وكانت كوريا الشمالية أعلنت عقب إطلاقها الصاروخ الباليستية الجديد أن جميع الأراضي الأمريكية أصبحت في مرمى ضرباتها الصاروخية تقرير التالي والتفاصل المدن الأمريكية برمتها في مرمى صواريخ كوريا الشمالية تحت هذا الادعاء أعلنت بيونج يانج عن نجاح تجربتها لصاروخ باليستي ثاني أطلقته قرب الحدود الصينية وحلق لمسافة ألف كيلومتر قبل أن يسقط في بحر اليابان لتشعل بيونج يانج من جديد خطرا يهدد السلم العالمي خبراء في الولايات المتحدة سارعوا للتحذير من الصاروخ الباليستي الجديد الذي أطلقته بيونج يانج إذ إنه حلق لمدة 47 دقيقة ووصل إلى ارتفاع أكثر من 3700 كيلومتر وذلك بحسب ما أفادت به وكالة يونهاب والتي نقلت عن بيونج يانج بأن هذا الاختبار يهدف أيضا إلى توجيه تحذير صارم للولايات المتحدة الرد جاء هذه المرة سريعا أي بعد ساعات على إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي إذ أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية باستخدام صواريخ طراز أرض أرض كما أعلن البنتاجون أن قائد الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي بحثا خيارات رد عسكري على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات ونشر مزيد من وحدات منظومة الدفاع الصاروخي ثاد الولايات المتحدة التي فرضت منذ أيام عقوبات جديدة على بيونج يونج سارعت للتحذير الدبلوماسي من عواقب هذه التجارب إذ وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك الاختبار بالمتهور والخطير معتبرا أن مواصلة كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يزيد من عزلة النظام ويضعف اقتصاد البلاد ويضر بشعبها الصين من جهتها رفضت هذه التجارب داعية في الوقت نفسه الأطراف المعنيين إلى ضبط النفس وبحسب المتحدث باسم الخارجية الصينية فإن بكين تعارض الخروقات من جانب كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن أصدر مركز الأرصاد الجوية في تايوان تحذيرات بحرية وبرية مع اقتراب إعصار نيسات فيما قررت السلطات إغلاق المدارس والمكاتب في ثلاث محافظات شرقية وأشارت الوكالة إلى أن المناطق البرية في شرق تايوان تأثرت بتقدم نيسات ومن المتوقع أن تشهد جزيرتي تايوان وبينغهو المزيد من الأمطار في وقت لاحق من اليوم وسيشهد جزء من جنوب تايوان أمطارا ورياحا ومن المتوقع أن يشهد وسط وشمال تايوان سقوطا متكررا للأمطار فيما ينتظره طول أمطار غزيرة على المناطق الساحلية أهلا بكم الجديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط التي عنوانت صينية تهرب من ديونها بجراحة تجميل لتغيير شكلها لجأت امرأة صينية إلى حلة مبتكرة للتهرب من ديونها البلغة ثلاثة ملايين يورو من خلال جراحة تجميل لتغيير شكلها وقالت وكالة أنباء الصين أن ضباط الشرطة أصيبوا بالذهول لدى اعتقالهم المرأة التي فرت إلى جنوب شرق الصين بعدما أمرت محكمة بأن تسدد ديونها وإلى صحيفة الحياة التي عنوانت لوحة رسمها ترامب بثلاثين ألف دولار عرضت لوحة أفق مدينة نيويورك التي رسم الرئيس الأمريكي دورالد ترامب في مزاد علني بسعر ابتدائي يبلغ تسعة ألاف دولار إلى أنها بيعت بثلاثين ألف دولار وقام ترامب برسم اللوحة عام الفين وخمسة وقرر بيعها لدعم حملة لمحو الأمية صحيفة اليوم السابع المصرية عنوانت ألماني يعثر على اثنين وعشرين سبيك ذهبية ويسلمها للشرطة قالت السلطات الألمانية إن شخصا عثر على حقيبة بها ثلاثة آلاف وخمسمائة يورو واثنين وعشرين سبيك ذهبية إجمال وزنها كيلو جرام واحد وتقدر قيمتها بنحو ثلاثين ألف دولار أو يورو تحت شجرة وقام بتسليم هذه الثروة الصغيرة إلى شرطة برلين وتم العثور على هذه الأموال والذهب أمام بنجن بمنطقة نيكولن وهي واحدة من أفقر المناطق في برلين وقال صاحب الثروة في وقت لاحق للشرطة إنه وضع الحقيبة أسفل الشجرة لحين قفل دراجته لكنه نسيها تماما وإلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت أكثر من عشرة ملايين زائر لمتحف سبتمبر 11 منذ افتتاحه استقطب متحف سبتمبر 11 أكثر من عشرة ملايين زائر قبل ثلاث سنوات ونصف وفق ما أعلنت إدارة المتحف المقام في الموقع عينه للاعتداءات التي شهدتها نيويورك العام 2001 هذا المتحف الذي افتتح في مايو 2014 يقع القسم الأكبر منه تحت الأرض ويمكن لزواره رؤية جزء من الأساسات للبرجين التوأمين الذين دمرهما الاعتداء وصحيفة النهار اللبنانية عنوانات الإمارات بين أكثر عشر دول اهتماما في الابتكار المجتمعي أظهرت نتائج مسح الابتكار المجتمعي العالمي أن دولة الإمارات تأتي في قائمة أوائل دول العالم في الابتكار وأن نحو خمسة في المائة من مجتمع الدولة هم من المبتكرين وصنفت نتائج مسح دولة الإمارات ضمن قائمة أكثر تسع دول على مستوى العالم اهتماما في الابتكار المجتمعي إلى جانب بريطانيا وكندا وفنلندا والسويد واليابان وكوريا الجنوبية والصين أصدرت وكالة الفضاء ناسا دليلا لتحضير الناس من مخاطر كسوف الشمس فمن المقرر أن يكتسح الكسوف الكلي أمريكا الشمالية يوم الحادي والعشرين من أغسطس المقبل الذي يعد واحدا من الظواهر الطبيعية المذهلة خلال الفترة المقبلة ولكنه أيضا يشكل خطرا كبيرا المزيد في التقرير التالي فرصة نادرة في انتظار العلماء الشهر المقبل للتعمق في دراسة الشمس وحقلها المغناطيسي وتأثيرها في الغلاف الجوي للأرض وذلك من خلال كسوف الشمس المترقب في الولايات المتحدة في الحادي والعشرين من آب أغسطس القادم وهي الظاهرة الأولى من نوعها منذ تسعة وتسعين عاما ويأمل العلماء أن يستفيد من إقبال الجمهور على مراقبة الحدث وتصويره للحصول على صور ومعلومات عن مراحله كافة حيث سيكون هذا الكسوف الشامل مناسبة فريدة في التاريخ الحديث ومن الأمور التي تثير فضول العلماء ويبحثون عن تفسير لها أن الطبقة الأعلى من الغلاف الجوي للشمس أشد حرارة من سطح الشمس نفسه غير أن العلماء يحذرون دائما من خطورة النظر إلى كسوف الشمس بالعين المجردة ويشددون على ضرورة استخدام نظارات خاصة فكم من إنسان فقد بصره أو أصيب بأضرار جسيمة في عينه نتيجة النظر للكسوف الشمس ووفقا للتقرير الذي نشره موقع صحيفة اندي بنتد البريطانية أن المشكلة الأساسية للكسوف أن الشمس هي أساس هذا الحدث وعلى الرغم من أنها سوف تنزلق وراء القمر لكن يجب توخي الحذر لأن النظر مباشرة إلى الشمس يمكن أن يسبب الكثير من الضرر وعلى هذا النحو تقول ناسا أن أي شخص يتطلع إلى مراقبة الكسوف يجب أن لا يفعل ذلك مباشرة بدلا من ذلك يمكنه إما استخدام نظارات الكسوف والتي تعمل مثل النظارات الشمسية المكثفة جدا أو بطريقة غير مباشرة فهذه هي الطرق الوحيدة الآمنة للنظر إلى الشمس ويتوقع أن يحصل كسوف كلي آخر للشمس في الثامن من شهر إبريل لعام 2024 في بعض المناطق الأمريكية أما الكسوف المماثل فيتوقع أن يحدث الثاني عشر من أغسطس آب لعام 2045 أكد علماء من الولايات المتحدة أنهم اكتشفوا المنطقة المسؤولة عن التحكم بمعدلات الشيخوخة في أدمغة الفئران ووجد العلماء أن أعداد الخلايا الجذعية في منطقة ما تحت المهاد في الدماغ تتنقص مع التقدم بالعمر ما يؤثر على عملية الشيخوخة بشكل عام لكن الدراسات الأخيرة أظهرت أن الاستعادة عن تلك الخلايا بأخرى جديدة يمكنه الحد من معادل الشيخوخة بشكل ملحوظ وتلك العملية تعتبر فعالة أيضا في محاربة شيخوخة العديد من أعضاء الجسم أكد الدراسة على أن مستحضرات التجميل تجعل الفتيات يشعرن بأنهن أكثر ذكاء ويمكن أن يحصلن أيضا على درجات أفضل ووضع باحثون تأثير أحمر الشفاه تحت الاختبار واكتشفوا أن الطالبات اللواتي يضعن مستحضرات التجميل يستفدن من الظاهرات النفسية التي يسببها حيث يمنح وضعهن مستحضرات التجميل شعورا بالتعزيز العام لتقدير الدات والموقف والشخصية تسعى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى تقليل النيكوتين في منتجات الدبغ وذلك للمرة الأولى في تاريخها وتهدف السياسة الجديدة إلى الحد من مستويات النيكوتين بغية تقليل أعداد المدخنين في البلاد قبل أن نوديعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين منظمات حقوقية تتهم نظام الأسد وروسيا باستهداف مشافي إدلب بشكل ممنهج القوات العراقية تواصل لاستعدادات العسكرية لتحرير تلعفر وفي اليمن معارك عنيفة بين قوات الشرعية والإنقلابيين بمفرق المخى وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة البثنا المباشر في موقع ذاته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزل الأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا